أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمننا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادرون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفشهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون على إن لهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إن لهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إلا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ذلمات لا يبصرون سم بكم نعم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ذلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت الله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم ما شعوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أعدادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا اللار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قادوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوبه متشابها ولكم فيها أزواج متهرة وكم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أن له الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقذون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أموة فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فصواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسمائها أولئي إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قل لا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقل لا يا آدم اسكن لأنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث جئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقل لهبتوا بعدكم لبعد عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فذاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل لهبتوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أنعمت عليكم وأغفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالمر وتنسون أنفسكم وأنتم تطلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنكم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولاكم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب إذ بحون أبناءكم واستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنذرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخادكم العجل فطوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إن له هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصعقة وأنتم تنذرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسكم يظلمون وإذ قل لدخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب شجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقامه فقل ندرب عصاك الحجار فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد أعلم كل ناس ما شربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسنين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعامي واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبتوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغدب من الله ذلك بأن لكم كانوا يخفرون بآيات الله ويقتلون اللبيين بغير الحق ذلك بمعصى وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هاذوا النصارى والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الثور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلونا فضل الله عليكم ورحمته لهم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين عتضوا منكم في السبد فقلنا لكم كونوا قردة خاسئين فاجعلناها نكالا لما بين ديها وما خلفها أموعدة للمتقين وإذ قال موسى لقامه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرا قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوال بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنك بقرة صفرا فاقعوا لونها تسر الناظين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنك بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحار مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها الله مخرج ما كنتم تكتمون فقل ندربوك ببعدها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقه فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبت من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون إن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعدهم إلى بعد قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم لإحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يصرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فقالوا لن تمسل اللار إلا أياما معدودا قل أتخذتم عند الله عدا فلن يخلف الله عده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليت من الله قليلا منكم وأنتم معلدون وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيون في الحياة الدنيا ويوم القيامة رضون إلى شد العذاب ومالله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآقرة فلا يخفوا عنهم العذاب ولاكم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بنوسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بنوح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم فريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بلعنهم الله بكفركم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما بين دي مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم معرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بإسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العزل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطول خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العزل بكفرهم قل بئس ما يأمركم بقي إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنأوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتملوه أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين ولتجدن لهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشرقوا يواض أحدهم لو يعمروا الفسنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين أديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ذهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تطل الشياتين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياتين كفروا يعلمون الناس الصحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروط ومارون وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكبر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء يا صدي وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما لهم في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ويا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انذرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يوض الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم الله يختس برحمته من يشاء الله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننصها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله لكم ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سويل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل قد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عيد أنفسهم من بعد ما تمين لكم الحق فاعفوا واسبحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصين وقالوا لن يدخل الجلة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيكم قل هات برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أذلم ممن منعم ساجد الله أن يذكروا فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآكرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فإنما طولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بلغوا ما في السماوات والأرض كل له قانتون بدء السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول وقال الذين لا يعلمون لأولا يكلموا الله أو تأتين آيا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قانين تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إلا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن لهدى الله هو الهدى ولين تبعد أغواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يطلونه حق تلاوة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاصلون يا بني صرائي لذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس ما ما قال ومن ذريتي قال لا ينال واحد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهلك من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ما أنكفر فأمتعه قليلا ثم أذطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل من لا إنك تسميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لكم من ذريتنا أمة مسلمة لك وأدنا مناسكنا وتم علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد استفعناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وعصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله استفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذا حضروا يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن لقوم مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون قالوا كنوا عقود الأولى صارا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمننا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرنق بين أحد منهم ونحن لقوم مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد هتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو سميع العليم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط ويعقوب والأصباط وكانوه ذا الأرنصار قل أنتم أعلموا من الله ومن أذلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله مغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوه يعملون صدق الله العظيم تعتمد ترجمة نانسي قنقر